انضم إلينا الأستاذ علي نجديل بحث في الشأن السياسي من بغداد أستاذ علي مرحبا بك معنا في هذه النشرة يعني نتائج الانتخابات أظهرت تقاربا بعدد المقاعد في بعض المحافظات هل سيكون بتقدير كذلك عقبة أمام تشكيل الحكومات المحلية؟ من العكس بمعنى هل ستكون دافعا للإصراع بتشكيل المجالس على وفق مبدأ التحالف بين المتنافسين؟ من بداية تحية لكم ومشاهدكم الكرام طبعا شاهدنا يوم الخميس الماضي نتائج الانتخابات وكانت أريد أن أشير بداية على الفارق الموجود في إعلان المفوضية الأولي وإعلان المفوضية النهاية يفترض في إعلان المفوضية الأولي كانت النسبة 94.4 من الأصوات الكلية ولكن تفاجأنا بعد الإعلان النهائي أن نسبة الأصوات التي أضيفت بحدود 420 ألف صوت وهذه تمثل نسبة 6.37% من الأصوات وبذلك تكون هناك فارق في الأصوات يفترض أن تكون النسبة النهائية المضافة 5.6% لكن تفاجأنا الأصوات المضافة بنسبة 6.37% وبصراحة عندنا تساؤلات على المفوضية يعني ما سبب هذه الفوارق في النسب ونطالب المفوضية بالكشف عن السبب في هذا الفارق من باب الشفافية ومن باب المهنية أما موضوع التحالفات كما تعلم أن هناك محافظات ستكون فيها تحالفات بشكل سريع ومريح لكن في بعض المحافظات التي فيها تقارب في عدد المقاعد سيكون هناك تفاوض ومساومات لتشكيل الحكومة المحلية هناك أغلبية في بعض المحافظات هناك بعض المحافظات قد تدخل معادلة تشكيل الحكومة المحلية بمعادلات سياسية أكبر وتشكيل تحالفات ستراتيجية قبل انتخابات النيابية يعني قد يكون اليوم التفاوض ليس فقط على المحافظ وعلى التحالفات التي تشكل مجلس المحافظة أو ينتج عنها المحافظة قد تتطور الأمور إلى أنه عقد اتفاقات ستراتيجية مستقبلية وهذا كله طبعا أتصور سيأخذ بعض الوقت خاصة في بغداد وبعض المحافظات التي فيها تقارب في النسب بين القوائم وهذا كله يعني بالتالي سيؤخر من عملية تشكيل مجلس المحافظات واختيار المحافظين طيب لو أشرنا بالذكر إلى محافظات ذات طابع خاص يعني مثل كاركوك ونيناو وأنت أشارت إلى محافظات أخرى مثل بغداد ومشاكل بوجود مكونات متعددة يعني كيف سيكون الشكل المحتمل لمجالس هذه المحافظات وهل ستكون الأمور أكثر صعوبة للتوصل إلى تفاهمات يعني بالتأكيد أنا ذكرت قليل أنه هذه التفاهمات والتفاوضات يعني ستكون أكبر من حجم مجلس المحافظة يعني تعرف أنه يكون خلافات من القوى السياسية وتصارعات يعني هذه المرحلة تتطلب أن يكون هناك تحالفات سياسية وهذه التحالفات يعني أما ستسبب نزاع طويل الأمد أو ستسبب اتفاق استراتيجي طويل الأمد مثل ما ذكرت حضرتك يعني في نينوى في كاركوك في بغداد في غيرها من المحافظات يعني الموضوعية تطلب الجلوس على طاولة حوار وحل الأمور المعقدة المؤجلة خاصة في كاركوك وفي غيرها يعني هناك كانت أمور كثيرة يعني ونزاعات طويلة الأمد وعمرها أكثر من عشر سنين اليوم قد يكون يعني هذه المرحلة قد تكون هي المرحلة الفاصلة في حال هذه النزاعات والوصول إلى تفاهمات معينة في سبيل الوصول إلى اختيار المحافظة واختيار رئيس مجلس المحافظة وغيرها فاليوم هذه الاتفاقات يعني التصور ستكون في سلة واحدة للخروج من الأزمات السابقة والأزمات اللي كانت تؤجل على مر السنين واليوم صار وقت حل هذه الأزمات والجلوس على طاولة حوار وحل هذه الأمور بسلة واحدة يعني ستكون الحلول ليست فقط على مستوى مجلس المحافظة والمحافظة إنما هذه الحلول ستكون على المدى الستراتيجي البعيد وعلى أساس التوافقات السياسية حتى البرلمانية حتى في الكتل الموجودة في البرلمان قلت أنه سيتم الخروج من الأزمات بسلة واحدة ولكن الملاحظة أن الانتخابات أظهرت فوز القوة التي يمكن وصفها بالتقليدية أو المتنفذة في معظم المحافظات يعني ما هو تفسيركم لذلك؟ هل لغياب المنافس بعد المقاطعة من جانب بعض القوة؟ يعني أكيد المقاطعة كانت في أشدها في هذه الانتخابات كانت مقاطعة كبيرة ولاحظنا إحنا من خلال المشاهدة العينية للمراكز الانتخابية أنه هناك عزوف كبير خاصة في بغداد في المحافظات الجنوبية كان هناك عزوف كبير عن المشاركة في الانتخابات يعني لو لا التصويت الخاص الذي رفع النسبة وإلا كانت النسبة متدينية جدا خاصة في جانب الرصافة وفي شرق القناة يعني المراكز كانت شبه يعني أشبه بالفارغة من المصوتين حتى في وسط بغداد في مناطق المأمون واليرموك والمنصور أيضا كانت هناك يعني مراكز شبه خالية من المصوتين بالتالي في المحطة الواحدة يفترض أن يصوت 450 شخص في بعضها كان العدد لا يوصل إلى الأربعين ولا يوصل إلى الخمسين هناك عدم رضا يعني هناك عدم ثقة بالقوة السياسية بسبب وخاصة يعني بعد نتاج هذه الانتخابات وبعد يعني المنتدى السياسية اللي صارت أنه الأول أصبح ثالث بعد الإعلان النهائي يعني هذا يعطي عدم ثقة للمواطن بالتالي الأصوات اللي جاءت من التصويت الخاص ما منها المعقولة تروح كلها باتجاه واحد ما منها المعقولة تروح كلها باتجاه كتل سياسية معينة بالتالي هالقوة الأمنية هي مكونة من أبناء الشعب العراقي مثل ما أبناء الشعب العراقي صوتوا بالتصويت العام يعني نفس الشيء يعني هذول اللي صوتوا بالتصويت الخاص هم أبناء هذه العوالي اللي صوتت بالتصويت العام فبالتالي ما منها المعقول كل هذه الأصوات تذهب باتجاه كتل معينة اضافة لذلك احنا لاحظنا المشاكل اللي حصلت بالتصويت الخاص وهذه المشاكل قد تكون بعضها مفتعلة يعني الله اعلم لكن يعني ما من المعقول احنا في كل مرة انه ندخل في هذا الموضوع التشكيك في النتائج وعطل الاجهزة والذهاب الى العدو الفرز اليدوي والفرق في النسب يعني الفرق في النسب يعني من 5.6 الى 6.37 وبالتالي كل المشكلة انه كل النتائج صبت في اتجاه معين والمقاعد اللي تم خسارتها من الكتل السينية من تقدم والسيادة يعني هذا بصراحة يثير بعض الشكوك حول آلية الاحتساب آلية اضافة الاصوات كل هذه الامور يعني تسبب عدم ارتياح للمواطن يعني بالتالي اليوم المواطن من يشوف النتائج الانتخابات في كل مرة يعني الفائز يعني بليلة وضحها يصبح ثالث الاول يصبح ثالث وغيرها والمقاعد يعني يخسرها جهة على حساب جهة اخرى فبالتالي هاي تسبب عدم ثقة للمواطن بالمشاركة في الانتخابات طيب انا استاذ علي عذرا للمقاطع على ذكر عدم الثقة من جانب المواطن بالقوى السياسية يعني وكيف بتقديرك السبيل لعودة هذه الثقة لدى المواطن بالقوى السياسية وبالعملية الانتخابية ككل انا كنت اتكلم عن عدم الثقة بالانتخابات اضافة الى ذلك هناك عدم ثقة صحيح بالقوى السياسية لكن انا اريد ان نعالج مرحلة الثقة بالمفوضية والثقة بنزاهة الانتخابات يعني بغض النظر عن الثقة المعدومة يعني شبه المعدومة بالقوى السياسية والشارع الناقم دائما على هذه القوى السياسية النوب اصبحنا في اشكال جديد وهو عدم الثقة بالمفوضية الانتخابات يعني بحدوث مشاكل يعني تحدث في كل الانتخابات والذهاب الى العدو الفرز اليودوي احنا اليوم في قانون الانتخابات الجديد كان يفرض يحتم على المفوضية اعلان النتاج بعد 24 ساعة لكن تأجيل اعلان جزء من النتاج بحجة عطل الاجهزة وغيرها والعدو الفرز اليدوي بالتالي تأتي هذه الاصوات بصالح كتل معينة هنا يعني هذا اللي يسبب عدم الثقة بالمفوضية اضافة الى عدم الثقة بالكتل السياسية فاليوم نحن امام مفترق طرق يعني يبدو ان الديمقراطية في العراق ذاهبة الى المجهول رح تسألني شون رح اقول لك انه الفائزين في هذه الانتخابات اما جهات تمتلك يعني مناصب حكومية او هي من تهيمن على مفاصل الحكومية او يعني من يمتلك المال السياسي اغلب الفائزين او جل الفائزين في الانتخابات اما يمتلكون مراكز حكومية او مراكز متخدمة في الدولة او يمتلكون المال السياسي فبالتالي لا مجال للقوة الناشية ولا القوة المدنية ولا القوة التي لا تمتلك السلطة ولا تمتلك المال السياسي في المنافسة أنت تشوف أن أغلب الفائزين يمتلك السلطة ويمتلك المال السياسي فبالتالي هذا يسبب إلى عدم الثقة من الشارع العراقي في هذا الإجراء الديمقراطي وبالتالي قد تكون هذه الانتخابات هي الأخيرة في العراق كون أنه هناك عدم ثقة كبير وعزوف كبير يعني نحن في كل مرة ننتظر مخرجات مغايرة بالتالي تطلع المخرجات نفس سابقاتها وبالتالي هناك هيمنة وسيطرة من بعض الجهات السياسية وبعض الأحزاب الكبيرة على العملية السياسية وهي من تفوز دائما بطريقة أو بأخرى هذا يسبب نفور من الانتخابات وعزوف عن المشاركة في الانتخابات وبالتالي المواطن العراقي يعرف أنه النتائج هي هي سواء شارك أو ما شارك أو أنطى صواته أو ما أنطى صواته فبالتالي الأمور ذاهبة باتجاه الكتل الكبيرة والكتل الكلاسيكية نعم الأستاذ علي نجدية الباحث في الشأن السياسي شكرا جزيلا لك كنت معنا من بغداد ترجمة نانسي قنقر